منذ أيام يعيش السودان كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة أكثر من مئة شخص وهدم نحو مئة ألف منزل وتضرر أكثر من نصف مليون شخص حسب ما أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية التي ذكرت أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة عامي 1946 و 1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع مجلس الأمن والدفاع قرر إزاء تفاقم الوضع اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية كما أعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر والمفقودين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وجه رسالة للمتضررين من الفيضانات أكد فيها دعم الدولة لهم بالمساعدات اللازمة داعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من حدة الضرر على السكان مياه النيل غمرت مساحات شاسعة وأدت الفيضانات إلى أضرار كبيرة وغيبت المياه كل شيء ولا يخشى المواطنون من الفيضان وحده بل من تدعياته كانتشار الأمراض والأوبئة وهذا ما حذر منه وزير الصحة السوداني من ظهور أوبيئة خلال الأيام والأسابيع المقبلة في حين أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جينيف نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات من جانبها أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق تعطفها الكاملة مع الشعب السوداني إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد داعية إلى الإسراع بإعانة المتضررين من جراء الكارثة معربة عن أسفها لحالة التقصير والانشغال العربي والإقليمي والدولي عن كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان وعلى وقع الفيضانات والسيول والأمطار المستمرة في حظ الأضرار والأرواح هبت عصفة تضامن شعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم من قلبي سلام للخرطوم شارك فيها ناشطون ومغردون صورا للفيضان داعين إلى التضامن مع الشعب السوداني المناطق التي غمرت السيول والفيضانات العارمة تعيش حالة عزلة وانعدام لمضاغر الحياة عقب مغادرة السكان لها بعد أن حاصرتهم المياه من كل جانب وهم يترقبون تضامنا عربيا أو دوليا ينتشرهم من الفيضانات التي اجتاحت البلاد